مواجهة الهموم والأحزان في اللحظة التي تشعر فيها أن كل شيء يعاكس رغباتك تذكر قول الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ساعة الفرج قد تتأخر لكنها حتما ستأتي هذا وعد الله الحياة أبكتك قليلا فذلك من أجل أن تلجأ إلى الله فيعطيك أضعافا وأضعافا من الفرح حين يتركك الجميع فتحزن وتضيق عليك الدنيا بما رحبت ويسوء حالك تذكر أن الله جل جلاله يراك ويستمع إلى شكواك فهو أرحم بك من نفسك لا تستهن بلحظة استغفاع ولو لثانيتين فإنك لا تعلم كم من الخير سترزق وكم من بلاء سوف يرفع عنه استغفر الله العظيم وتوب إليه جميل هو ذاك الأمل الذي يخبرك أن الله سيسعدك عما قريب وأن الدنيا حين تضيق بك من جانب فإن الله يوسعها لك من جانب آخر عندما تشعر باليأس تذكر أن الكثير من النعم منح الله لك بدون أن تسأله فكيف إذا سألت لو رأيت ما في قلوب الآخرين من الهموم لحمدت الله كثيرا على ما في قلبك سبح أيها المهموم فالتسبيح أخرج نبي الله يونس من بطن الحوت أفلا يخرجك من همومك وأحزانك؟ قال تعالى ولا تيأس من روح الله مهما كنت في هم وشدة وضيق تقبل الله واستبشر خيرا يُحكى أن قلبا حنفآ فسبح فاستغفر فدعا فابتهل فارتاح فاطمأ كم من استغفار حول مرضا إلى عافية وفقرا إلى غنى وضيقا إلى فرح أستغفر الله العظيم وأتوب إليه اطمئن وهدأ وتفائل وأبشر واجعل شعارك في هذه الحياة لا تحزن إن الله معنا كن قارئا للقرآن فقارئوا القرآن لا يشكو همّا ولا غنّا لست الجزء تعقضي سمق تصريح كنت اشتركوا في القناة